الرئيس السيسي يهنئ البابات وادرس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد مؤتد شباب العالم يعلن أجندة نسخته الرابعة ويطلق ناصته الابتراضية لإتاحة المشاركة عن بعض رئيس وزراء فرنسا يقول إن فرض تطعيم كورونا الإجباري لن يكون مغديا وسيتسبب بمشكلات الثالثة مساء من القاهرة الواحدة بتوقيت الريمج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون مصري أهلا بكم بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى البابات وادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقوسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في نص البرقية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قدستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة وأقتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز فمصر هي مهد للرسلات السموية وهي مكان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائها على مر التاريخ وأضف الرئيس السيسي أن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي رقيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم وأن تماسك النسيد الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته فالوطن في حالة إلى تضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغاد مشرق لجميع المصريين كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقبط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفرات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي يعرب عن أمنياته لأقبط مصر بدوام التوفيق والنجاح داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده بكل الخير وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة للبابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بتريك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال الزيارة التي قام بها إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية على رأس وفد يضم النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس والمستشار محمود عثمان الأمين العام للمجلس أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن أمله في أن تكون الأعياد فرصة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدا لصلاة الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد مشيدا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية دعيا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه وجه البابا توادرس الثاني الشكر للمستشار عبد الرازق على حضوره الكريم للتهنئة دعيا الله أن يبارك كل جهد مذول لصالح مصرنا الحبيبة ومؤكدا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيها احتفلت الطائفة الإنجلية بعيد الميلاد بقصر الدبارة وسط مشاركة شخصيات رسمية وعامة وقال رئيس الطائفة الإنجلية بمصر الخص أندرية زكي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة الكورونا تحتفل الكنيسة بحضور الشعب مؤكدا أن الاتصال الإنساني قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعية هذا رسالة حضور الله في مجتمع المخاطر إن كانت كورونا بتفرض مخاطر الميلاد بيلهمنا درس مهم جدا أن الله حاضر حتى في مجتمع المخاطر وأنه بيسند شعبه وأنه بيكون مع الناس وأنه معهم في الخندة وأن الفاكسين عطية من عطية الله لمواجهة هذا الجائح التباعد الاجتماعي والمسكات والكحول كان موجود في كل حتة في الكنيسة والبرنامج كان سريع ومختصر ساعة ونص علشان ما يكونش فيه أكثر من التكدس فالإجراءات الاحترازية دي اتخذناها وأملا إن شاء الله أن تنتهي هذه الموجهة كل السنة تطيب يا شعب مصر كل عيادة بخير وسلام نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وذلك بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ورصد التقرير بهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية موضحا أنه تم إصدار 22 قرارا من قبل اللجنة المعنية وذلك منذ مايو عام 2018 وحتى يناير من عام 2022 بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعا بواقع 1186 كنيسة وتسعمائة وستة وسبعين مبنى كما تناول التقرير مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعا ملموسا والذي يشمل الكنائس والأديرة وأبار المياه ومجموعة من الأيكونات القفطية الدل على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفي هذا السياق انتهت وزارة السياحة والأثار من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمصار وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسلمه للجنة الوطنية بباريس في مارس 2020 وبشأن مكانة مصر في المؤشرات العالمية والإشادات المتعلقة بهذا الملف جاء في التقرير أن مصر تقدمت أحد عشر مركزا بمؤشر المواطنة الصادر عن يو اس نيوز حيث احتلت المركز الرابع والخمسين عام 2021 مقارنة بالمركز الخامس والستين عام 2020 ووفقا للتقرير ذاته فإن أحوال الحريات الدينية في مصر تتحسن بشكل إيجابي وذلك بفضل انقفاض حوادث العنف الدينية والتقدم الذي تم إحرزه في تسجيل الكنائس غير المرخصة علما بأن مصر خرجت من تصنيف الدول المثيرة للقلق وذلك منذ تقرير عام 2017 للعام الخامس على التوالي قام محافظ الإسماعيلية شريف بشارة بزيارة الكنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيجوا واحد خاصة في الأعياد حيث يحتفلون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ونسيحي يعني أعتقد أن ما فيش معنى أوضح من معنى التلاحم للشعب المصري ووحدة الشعب المصري في مختلف ظروف سواء كانت الظروف دي هي احتفال بالأعياد أو حتى وقت الشدايد بان برضو تلاحم الشعب المصري على مر العصور المختلفة الحقيقة حتى ببقى بنتكلمش فقط على العصر الحديث اللي احنا فيه احنا على مدار التاريخ الشعب المصري بيثبت للعالم بالكامل مدى تلاحم هذا الشعب ومدى وحدة نسيج هذا الشعب والحقيقة يمكن مصر بتدي درس للعالم بالكامل في هذا الموضوع وإن شاء الله ربنا يديم علينا نعمة السلام والمحبة في أرضنا العزيزة مصر شرفنا سيادة اللي هو المحافظ والمجموعة صاحبه الكرام المرافقين لي بنشكرهم على محبتهم طبعا هم النهاردة بيمثلوا كل اسماعيلية عشان الصروف اللي احنا فيها مش سامحة باللقاءات الجماهيرية فهم جايين يعني باسم شعب الاسماعيلية بنشكر الجميع كل سنة والجميع طيبين وسنة حلوة على مصر كلها باركة وخير ومحبة ورخاء وسلام وربنا يسعد الجميع بنعمته وبركته وكل السلام وانتوا طيبين شرفتونا متشكلين خالص قدم محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين التهنئة لنيافة الأنبى ماركوس أصقف كفر الشيخ وضمياط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة في مدينة كفر الشيخ من جنبها أعرب الأنبى ماركوس عن خالص شكره لمحافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم كل السلام حضركم طيبين وربنا يقالوا دايما عام للحب عام للسلام وهو ده الدفء اللي مصري بتتمتع به دون عن بلاد العالم كله يعني أي حد من فينا يروح أي بلد خارج مصر ما يحسش بالدفء الوطني ده ودي ميزة بتتميز بيها مصر وشعب مصر تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد قامت مدرية الصحة بضميات بتنظيم فعاليات حملة مع النطمئن سجل الآن لتلقي لقاح كورونا داخل ثلاثة كنائس بضميات وقامت الفرق الطبية بتسديل وتلقيح الإخوة الأقباط داخل الكنائس الثلاثة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للجرعة الأولى وثانية ومن أعمار تبدأ من 12 عاما وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسديل والتطعيم طبعا احنا في عياد الميلاد ورأس السنة والناس أبناء الكنيسة متواجدين الاحتفال بالعيد طبعا احنا عارفين التطعيم مفيد جدا في الوباء الكورونا اللي ضارب العالم كله حاليا بدرة جيدة جدا من زورة الصحة أن هي من ناحية بتهنينا بعيد الميلاد المجيد ومن ناحية تانية بتقدم تسهيلات للمسيحيين في الكنيسة أنهم بيجولنا بنفسهم عشان كل أفراد الكنيسة وأفراد الشعب يتلقوا لقاح كورونا النهاردة حاملت معنا طمئنة هنطعم الناس هنسجل لأبناء الكنيسة موجودين معنا فريقين فريق للتطعيم وفريق للتسجيل للمواطنين ومنهم كمان هنكلم معهم عن الوعي بأهمية اللقاح والحصول عليه أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخ الرابع للمنتدى والذي ينطلق يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت إدارة المنتدى أن الأجندة تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع وهي السلام والتي تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التحضرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة أثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق النشئة والتحول الرقمي والتعليم بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هم تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات النشئة فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة أعمار مناطق ما بعد الصراع كذلك أيضا يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة وفي ضوء اهتمام منتدى شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحكاة يعقد هذا العام نموذج محكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان تستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مصرح شباب العالم ومنصة الإبداع وساحة ريادة الأعمال للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري أهلا بك كريم يعني تضعنا وتضع المشاهدين في تفاصيل استعدادات مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي يبدأ يوم الاثنين القادم بإذن الله نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي التلفزيون المصري وكل عام المصريين بخير فعلا من أرض السلام نتحدث من شرم الشيخ التي تستضيف منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وكما ذكرتم من قبل بالفعل هذه المواضيع الهامة التي سيتم مناقشتها على مدار الأيام القادمة أو المقبلة بإذن الله منذ وصولنا لأرض السلام لمطار شرم الشيخ وجدنا الاستعدادات بالفعل الشباب الذين تطوعوا لتنظيم منتدى شباب العالم متواجدين داخل مطار شرم الشيخ لاستقبال الحضور من جميع فئات المجتمع سواء داخل مصر أو خارق مصر الشباب المصري الشباب الأجنبي وأيضا القيادات السياسية والرموز الفنية المختلفة سيتواجدون داخل منتدى شباب العالم هنا متواجدين الشباب داخل المطار لاستقبال الزوار وتوجيهم للأماكن المخصصة لهم أيضا لتسهيل عليهم الإجراءات حتى وصولهم داخل الفنادق المتخصصة لهم لتسكينهم قبل حضور المؤتمر بدأت بالفعل منذ أمس كان هناك أيضا هؤلاء الشباب هناك أماكن مخصصة داخل مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الزوار وتوجيهم للأماكن المخصصة لهم وأيضا إعطائهم التصريح الخاصة بالمنتدى ولكن أيضا كان هناك توجيهات بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحد منتشار فيروس كورونا وتوجيه بارتداء الكمامات وأيضا فور وصول الوفود للفنادق أو للأماكن المخصصة لهم قبل المؤتمر يقومون بهذا الكشف السريع للتأكد بعدم وجود أي شبهة من شبهات فيروس كورونا هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا كما تحدثتم عن فكرة المحاور الثلاثة التي يستخدمها دائما منتدى شباب العالم وهو السلام والإبداع والتنمية السلام ليجمع الشباب منذ 2017 وحتى هذا العام أيضا الإبداع ليساعدهم على الإبداع عن طريق هذه المحاكاة وهذه أيضا الورش التي يتم تنصيقها قبل المنتدى وخلال المنتدى وأيضا التنمية خصوصا دانا في ظل التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وأيضا أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالقارة الإفريقية 2063 إذن بالطبع هو يعني توأمة كاملة بين هذه المحاور الثلاثة بالطبع لتوجيه الشباب وتحفيزهم على مستقبل أفضل هنا من شرم الشيخ وأي مكان بالفعل أفضل لاستقبال السلام خيرا من أرض السلام ستبدأ الفعليات بالطبع في العاشر من يناير تستمر حتى الثالث عشر من يناير في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا داخل المنتدى كالعادة ليكون هناك هذه اللقاءات المباشرة بين الشباب والقيادات السياسية أيضا ولعرض الأفكار المختلفة سواء من الشباب المصري وتبادل الثقافات بين الشباب المتواجد هنا وأيضا سئنا الشباب هنا من ثمانية عشر عاما حتى أربعين عاما هذه بالنسبة للحضور أما بالنسبة طبعا للقيادات السياسية أو الرموز الفنية فجميع الأعمار متواجدة وربما من أهم الرموز الفنية التي ستكون متواجدة داخل منتدى شباب العالم في نسخاته الرابعة هي بالطبع بطلة مسلسل لكاسا دو بابال وهو أحد من السلسلات الأسبانية الهامة جدا التي كان لها تأثير خلال الفترة الماضية والتي نشرت لها فيديو خاص على موقع منتدى شباب العالم بوجودها وهي الجبونة أو ركال المشهورة بركال داخل الكاسا دو بابال إذن رموز فنية كثيرة شباب كثيرين سيكون متواجدين بالفعل خلال هذا المنتدى وسنتابع سويا على مدار الأيام القادمة الاستعدادات الخاصة بالمنتدى وأيضا الندوات الخاصة سيكون لها متابعات خاصة معنا على التلفزيون المصري في إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعليات المنتدى عن بعد تهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين كما تتضمن أيضا المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى أونلاين عبر التسديل بالإيميل فقط ولأول مرة تستخدم هذه التقنية المنتديات حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكرية خاصة باستخدام تقنية فوتو بوث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنأ الرئيس العراقي برهم صالح العراقيين بعيد تأسيس الجيش العراقي فيما شدد على ضرورة دعم الجيش بما يستحقه من مكانة رفيعة وقال صالح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انه يتقدم بتحية اعتزاز للجيش العراقي في عيد تأسيسه مستفترين مآثره البطولية للذود عن الوطن ودحر الارهاب واضاف انه من الواجب دعم الجيش بما يستحقه من مكانة رفيعة فهو مؤسسة وطنية دستورية حامية لأمن العراقيين شهد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى القادمي حفلة خارج كوكبة جديدة لطلبة الكلية العسكرية الأولى وقام القادمي بتوزيع الهدايا التقدرية على الطلب المتفوقين فيما قدمت عمادة الكلية العسكرية هدية تقدرية إلى رئيس الوزراء بهذه المناسبة تأتي مشاركة القادمي في هذه الفعالية بالتزامن مع الذكرى المئة وواحد على تأسيس الجيش العراقي كما زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي نصب الجندي المجهول وسط بغداد بمناسبة الذكرى المئة وواحد على تأسيس الجيش العراقي ووضع القادمي بهذه المناسبة كيلا من الظهور إحياءا واستذكارا لتضحيات جنود العراق من الشهداء والمفقودين وقرأ صورة الفاتحة ترحما على الأرواح الطاهرة التي بوزلت في سبيل رفعة العراق وحفظ قرامة شعبه الكريم وما زلنا بالعراق حيث ضبطت وكلة الاستخبارات التابعة لوزارة الدخلية وكرا للإرهابيين يحتوي على مواد متفجرة في محافظة الأنبار وقالت خلية الإعلام الأمني إنه خلال عملية استباقية استندت على اعترافات أحد الإرهابيين من المقبود عليهم تم ضبط أحد الأوكار الإرهابية التي تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين داخل العمق الصحراوية حيث ضبطت بداخلها أسلحة ومعدات أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة المسيرة أطلقت باتجاه المملكة وتدميرها من جهة أخرى أعلن التحالف مقتل أكثر من 260 عنصرا لقوات الحوثي وتدمير 46 آلية عسكرية خلال العمليات العسكرية في مأرب وشبوة وأعلن التحالف عن تنفيذ 49 عمليات استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب وشبوة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ونفذت قوات التحالف في شبوة 37 عمليات استهداف ضد قوات الحوثي أصفرت عن تدمير 23 آلية عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ وقضت على أكثر من 190 عنصر وأشار إلى أنه تم تنفيذ 12 عمليات استهداف في مأرب أصفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا استنكر المتحدث باسم الأمم المتحدة استفان دجاريك الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفال ووصفه بأنه غير مقبول وقال دجاريك إن بعض عناصر قوات اليونيفال تعرض لهجوم من قبل مجهولين وتعرضت ألياتهم للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية مبنيا أو مبينا أن جنود حفظ السلام كانوا في طريقهم للقاء عناصر من الجيش اللبناني في دورية روتينية وأشدد دجاريك على أن حرمان اليونيفال من حرية الحركة وأي اعتداء على من يخدمون السلام أمر غير مقبول داعيا الحكومة اللبنانية إلى التحقيق السريع والشامل ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أعلنت الرئاسة الجزائرية أن سفير الجزائري في باريس سيستأنف مهامه اعتبارا من اليوم بعدما استدعى في أكتوبر الماضي للتشاور وقالت الرئاسة في بيان أن الرئيس عبد المجيد تابون استقبل سفير الجزائر بفرنسا محمد عنطر داود والذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس السادس من يناير الجاري قال رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس أن فرض التطعيم الإجباري للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يكون مجديا بالدرجة الكافية نظرا لأن هذه الخطوة ستجلب مشكلات أكثر وأضف كاستاكس أن بلاده تواجه بالفعل بعض الصعوبات في مسألة فرض الالتزام بالجواز الصحية مشيرا إلى أن هذه المشكلات ستصبح أكبر إذا ما تم فرض التطعيم إجباريا قررت إيطاليا إلزام من يبلغون خمسين عاما فأكثر بالتطعيم ضد كورونا كما قررت السلطات في إيطاليا تجديد القواعد الخاصة بالتطعيم في أماكن العمل حيث تتعرض المستشفيات الإيطالية لضغوط متزايدة بسبب متحور أوميكرون وقد سجلت إيطاليا 189 ألفا و109 حالات إصابة جديدة و231 حالة وفاة خلال 24 الساعة الماضية لترتفع بذلك حاصلة الوفيات إلى 138 ألفا و276 شخصا وهو أعلى معدل في أوروبا بعد المملكة المتحدة وفي بريطانيا أعلن رئيس الوزراء باريتس جونسون أنه سيتم إلغاء فحص البي سي آر قبل المغادرة للمسافرين إلى بريطانيا وأوضح جونسون أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى بريطانيا مبينا أنه اعتبارا من غد الجمعة لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى البلاد إجراء اختبار بي سي آر قبل الصفر وابتداءا من يوم الأحد القادم بدلا من إجراء اختبار بي سي آر في اليوم الثاني من الوصول كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توسيع نطاق الجرعة الثالثة التنشطية من لقاح فايزر ضد فيروس كرونا ليشمل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمرهم بين 12 و 15 عاما وقالت المراكز الأمريكية إن هذه الجرعة التنشطية تصبح ضرورية بعد خمسة أشهر من الجرعات الأولية من التطعيم وأصبح لقاح فايزر هو الوحيد المسموح به حاليا للأطفال والمراهقين ما بين 12 و 17 عاما في الولايات المتحدة طلب وزير الخارجية اليابانية يوشي ماساهاياشي من نظيره الأمريكي أنتوني بلانكن فرض حظر تدول على القواعد الأمريكية داخل بلاده في أعقاب الزيادة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا بين أفراد اللايش الأمريكي وقال هياشي بعد محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي نو طلب من واشنطن اتخاذ إجراءات شاملة لمنع انتشار الفارس بشكل أكبر ومعالجة المخاوف المتزايدة بين السكان المحليين حول القواعد الأمريكية ورد بلانكن أنه من المهم ضمان صحة وسلامة ليس فقط الأفراد العسكريين الأمريكيين ولكن أيضا السكان المحليين مضيفا أن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها من خلال العمل مع توكيو للحد من انتشار الفيروس ووفق نقلها ياشي وذكرت القوات الأمريكية في اليابان في بيان صدر بعد المحادثات أنه سيتم تفعيل إجراءات أكثر سرامة لجميع المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان بسبب الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد-19 داخل منشآتها إذن هو وضع مرتبك يشهده العالم مع ظهور متحورات كورونا الجديدة وخفوط الأمل في القضاء عليه بسهولة وما بين تقييد وإغلاق يتنازع العالم خوف على تردي الاقتصاد ورغبة في كبح دماح الفيروس بإلغاء الاحتفالات وغيرها للمزيد نتابع هذا التقرير حالة من الارتباك أصبحت تسود العالم حول مصير فيروس كورونا وهل أصبحت نهايته وشيكا أم سيواجه العالم مزيدا من المتحورات وما بين تقييد الحركة والإغلاق إلى منع السفر والحجر الصحي وفرض تلقي التطعيمات تقف الدول حائرة أمام هذا الوضع لا سيما مع تسجيل عدد من الدول أرقام قياسية خاصة في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وقد تسبب الوضع الصحي الهش في حالة فوضى غير مسبوقة في دول الغرب التي فرضت قيودا على الحريات في مشهد غير مسبوقة وتنوعت القيود على الحرية والحركة ما بين عمليات إغلاق وحزر للتجول حتى ظهر مؤخرا نوع آخر من القيود ممثل في الشهادة الصحية التي تفيد بأن حاملها تلقى اللقاح أو خضع الاختبار سلبي بكوفيد ناينتين والتي أصبحت إلزامية لدخول أماكن مختلفة مثل المطاعم ودور السينما يأتي هذا في الوقت الذي تبنت فيه بعض الدول مثل أستراليا والصين استراتيجية صفر كوفيد التي تعتمد على عمليات الإغلاق وفرض الحجر الصحي المشدد ورغم حصول القيود الصحية على دعم واسع من السكان في مواجهة الخطر الوشيك الناجم عن كورونا إلا أن ذلك الدعم تبدد بمرور الوقت كما يتضح من الاحتجاجات الكبيرة في فرنسا وهولندا وعدد آخر من دول العالم على القيود الصحية أو حتى من خلال بعض النتائج الإيجابية ففي ألمانيا حصل الحزب الديمقراطي الحر الذي كان متراجعا في استطلاعات الرأي عند بداية الوباء على نتيجة جيدة في الانتخابات البرلمانية التي نظمت الخريفة الماضي ليحل سالسا بعدما روّق للدفاع عن الحريات العامة رغم الأزمة الصحية ولم يتوقف كورونا عند الحريات الشخصية في حسب بل كان سببا في إلغاء بعض الفعاليات الفنية أيضا حيث أعلنت الأكاديمية الوطنية المسؤولة عن توزيع جوائز جرامي الموسيقية تأجيل الحفل الذي كان مقررا له في الحادي والثلاثين من يناير الجاري بسبب تفشي عدو كورونا والمتحور الجديد أو ميكرون ليظل العالم أسيرا لقوانين كورونا إلى أن ينتهي هذا الوباء وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة تحيتي لك دكتور محمد وفي البداية كيف ترى الجهود الدولية لمواجهة المتحور أو ميكرون الجديد أولا المساء الخير لك ربما تعبذت الخطط الدولية باتجاه مقاومة كورونا بشكل عام ومقاومة بشكل خاص ولكن كل هذا صب ضمن نفس الإجراءات تقريبا بين إغلاقات هنا وهناك وبين تشديد العطاء المطعوم وفرض طواعد السلامة العامة من ناحية التباعد وناحية الأخذ المطعوم لكن أفكر أن هناك الالتزام الشعبي وليس هو القيود والالتزام بالقيود الذي هم من أكثر من أن نفرض القيود نفسها طبعا نشاهد حالة ملل عالميا من القيود كونها أصبحت هذه القيود أسلوب حياة ربما قبلها الناس والشعوب في البداية على أنها تكون مرحلة موقت لكن بعد سنتين وأكثر من كورونا وأنها أصبحت أسلوب حياة هذه القيود هو ما يأتمنى الرفض والملل وعدم الالتزام وهذه المناخ خاصة حالية دكتور محمد إيطاليا ألزمت موطنيها فوق سن الخمسين عاما بالتطعيم ضد كورونا بينما سلطات الصحية الأمريكية أوصت بالجرعة التنشطية للأطفال بين سن اثنى عشر عاما وخمسة عشر عاما ما رأيك في هذه الإجراءات لتنشيط المناعة لدى الموطنين؟ نعم ربما يختلف هنا تحليل فوق الخمسين عام لأنه هناك خطور عليهم كأشخاص فوق الخمسين بالإصابة بالمرض والتالي قد يؤدي بحياتهم وإنما بالنسبة للأشخاص المدونة الاثناشر عام هم ليس الخطورة على حياتهم بل أنهم يشكرون الخطر على ذلك لأنهم ناقلين للمرض ومتجولين وسريعين الحركة وبالتالي ممكن أن ينقل المرض لشخص آخر قد يؤدي بحياته ويسبب له موارس صحية وبالتالي هنا كلها تأتي باتجاه واحد وهي مقاومة هذا الفيروس أشكر لك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرع أخصائي القراحة من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لك إذن أصبح العالم مقسوما إلى مرحلتين مرحلة ما قبل ظهور جائحة كورونا ومرحلة ما بعدها وترك هذا الوباء بصمته في سلوكيات وعدات كثيرة وأرسى اتجاهات جديدة تصبح دائما ومن أبرز هذه التأثيرات خلال العامين الماضيين تهديد الأمن الغذائي عالميا واضطراب قطاع السياحة دوليا بالإضافة إلى زيادة نسبة المبيعات عبر الإنترنت وانتشار العمل عن بعد زيادة الجوع والفقر بالعالم اضطراب قطاع السياحة دوليا ارتفاع نسبة المبيعات عبر الإنترنت وازدهار العمل عن بعد هذه التأثيرات الاقتصادية ألقت بظلالها جائحة كورونا على مستوى كوكب الأرض خلال العامين الماضيين فوفقاً لمنظمة الأغذية والزراع للأمم المتحدة فاو أصبح الأمن الغذائي العالمي مهدداً بسبب فيروس كورونا على الأمد الطويل مع زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع وبحسب مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فقد ألقت الجائحة بعشرين مليون شخص في براسن الفقر المدقع خلال العام الماضي وبسبب إغلاق العديد من الدول تضرر قطاع السياحة والنقل الجوي على مستوى العالم خلال العامين الماضيين وتكبد خسائر ببليارات الدولارات وليس من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته قبل عام 2024 في أحسن الأحوال كما أدت الجائحة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت في كل أنحاء العالم بنسبة 38% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تسببت أيضا بالضرابات في عادة العمل وجعلت العمل عن بعد واسع الانتشار وبحسب توقعات شركة جارتنر للبحوث مسل العاملون عن بعد نحو 32% من العدد الإجمالي للموظفين في كل أنحاء العالم مع نهاية عام 2021 في ارتفاع بنسبة 17% عن العام 2019 العالم في ظل كورونا أصبح مقصوما إلى مرحلتين ما قبل ظهورها وما بعد حيث تركت هذه الجائحة بصمتها في تغيرات في سلوكيات وعادات كثيرة وأرسة تجاهات جديدة قد تصير دائما سجلت السلطات الصحية في باكستان ألفا وخمسا وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالي ثلاثة أشهر وبهذا الرقم يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون ومائتين وتسعة وتسعين ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين شخصا وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية بتسجيل خمس وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى ثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة وخمس وخمسين حالة أعلنت الشرطة في كازاخستان توقف نحو ألفي شخص في مدينة ألماتا على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد هذا وأعلنت الشرطة الكازاخية مقتل ثلاثة عشر من عناصر الشرطة وإصابة أكثر من ثلاثمائة آخرين خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة ألماتا إلى ذلك أفادت وزارة الصحة الكازاخية بأن أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب منهم أربعمائة نقل إلى المستشفيات واثنين وستون يرقدون في العناية المركزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يرفض أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة في دولايات المتحدة وجاء ذلك بحسب فكرات تم بثها مسبقا من خطاب سيوقيه الرئيس الأمريكي في ذكرى مرور عام على أحداث اقتحام القونغرس بهبوم أنصار دونالد ترامب على التابيتول قال وزير العدل الأمريكي أمريكا جولاند أن وزارته ستفعل كل ما في وسعها للدفاع عن الشعب الأمريكي والديمقراطية في الولايات المتحدة وضف جولاند في تصرحات له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مقار القونغرس الأمريكي أن وزارة العدل لا تزال ملتزمة بمحاسبة جميع مرتكبي أحداث السادس من يناير عام 2021 على أي مستوى بموجب القانون سواء كانوا حاضرين في ذلك اليوم أو كانوا مسؤولين جنائيا عن الاعتداء على ديمقراطيتنا وتحل اليوم الذكرى الأولى لوقعة اقتحام القونغرس الأمريكي والذي وقع ضمن سلسلة من الأحداث صاحبة الانتخابات الأمريكية الأخيرة وشهدت تلك الانتخابات فوز الرئيس الحالي جو بايدن على حساب الرئيس السابق دونالد ترامب ما دفع أنصاره للدخول في اعتصامات ومسيرات غاضبة وصلت ضروتها ليلة السادس من يناير حيث اقتحم العشرات تم مبنى الكابيتول ما خلف خمسة قتلى وعددا من المصابين نحن لك نحن 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 نعن اقتردية أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لم تتم بعد المناقشة الدقيقة لجدول أعمال جلسة مجلس روسيا النيتو التي تعقد في الثاني عشر من يناير الجاري وضفت الوزارة أنه بعد الخطوات غير الودية التي اتخذها النيتو تجاه الوجود الدبلوماسي الروسي في بروكسال لم يعد لدينا أي ممثل معتمد لدى الحلف ولا يوجد ممثلون لنا في مجلس روسيا النيتو مشيرة إلى أنه لم تتم مناقشة جدول أعمال الجلسة لغياب الآلية التي يمكنها بحث ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي سردي ريابكوف إن واشنطن تود أن تجعل موضوع الضمانات الأمنية عنصرا في حوار الاستقرار الاستراتيجي ولكن هذا غير مقبول تماما بالنسبة لموسكو ومن المقرر إجراء محدثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية في العاشر من يناير في جناب وستناقش موسكو مخاوفها في المجال الأمنية في أوروبا في الثاني عشر من يناير في اجتماع مجلس روسيا والنيتو في بروكسال وفي اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا في الثالث عشر من يناير بحث وزير الخارجية الأمريكية أنطاني بلينكين ونظيره الياباني يوشيما ساهاياشي تجارب كوريا الشمالية الصاروخية وكذلك الأزمة الأوكرانية جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في مكالمة هاتفية أدان خلالها بلينكين إطلاق كوريا الشمالية صاريخة باليستية وأكد التزام لولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وتطرق الوزيران خلال الاتصال الهاتفي إلى الأزمة الأوكرانية حيث جدد تأكيد دعمهما القوي للسيادة أوكرينيا ووحدة أراضيها وناقش بلينكين وهياشي التعاون بين الولايات المتحدة واليابان بهدف نزع السلاح النووي والعمل على تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وقع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الأسترالي سكوت مارسون معاهدا لتسهيل التدريبات المشتركة وتعهد الطرفاني في ابتماع افتراضي بتعزيز التعاون الأمني والدفاعي نتبع معاهدة تاريخية وقعت عليها استراليا واليابان في المجالين الدفاعي والأمني معاهدة هي الأولى من نوعها التي تجمع حليفين رئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في أسيا وفي مواجهة التنامي الكبير للنفوذ الصيني في تلك المنطقة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مارسون قال إن الاتفاقية تدعم مشاركة عملية أكبر وأكثر تعقيدا بين قوات الدفاع الأسترالية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية مارسون أكد أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة بيان لالتزام البلدين بالعمل معا في مواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة والمساهمة في أمن واستقرار المحيطين الهندي والهادي وزارة الخارجية اليابانية كشفت أن الفترة المقبلة سوف تشهد بحث التحديات الأمنية في المنطقة وكيفية تعزيز قدرة التحالف الصيني على الرد والردع وسط النفوذ العسكري المتزايد للصين في المنطقة اليابان واستراليا تشاركان مع الولايات المتحدة والهند في مجموعة غير رسمية تسمى كواد سعت في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف في مواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادي على حد قول المجموعة وفي سبتمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا تشكيل تحالف جديد أكواس قررت استراليا بمجيبه الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية من جانبها قالت الصين في إشارة إلى الاتفاق الاسترالي الياباني إن التعاون بين الدول يجب أن يعزز التفاهم والثقة وأن يهدف إلى حماية السلام والاستقرار وأن لا يستهدف أو يقوض مصالح أي طرف آخر وألمحت الخارجية الصينية إلى استعدادها للتعاون مع الجميع قائلة إن المحيط الهادي واسع بما يكفي لتحقيق التنمية المشتركة لدول المنطقة بدأت مدرية أمن القاهرة تشغيل الفعلي لمقرها الجديد والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة وهو المقر المزود بأحدث التقنيات في المجالات الأمنية والخدمية افتتاح وبدء التشغيل للمقر الجديد لمدرية أمن القاهرة جاء ضمن خطة متكاملة للتحديث والتطوير تنتهجها وزارة الداخلية لتواكب متطلبات العمل الأمني المقر الجديد بالقاهرة الجديدة انشئ على أحدث الترز المعمارية ومجهز بساحة انتظار داخلية تسع لستمائة سيارة إضافة إلى أخرى خارجية تسع مائتين وعشرين سيارة يضم المقر الجديد أماكن مجهزة لذول احتياجات الخاصة وكبار السن المقر الجديد مزود بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أمنية عصرية للمواطنين وهو ما بدى واضحاً في غرفة إدارة الأزمات المجهزة بمنظومة متكاملة من كاميرات مراقبة المنتشرة في الشوارع والميدين لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة غرفة عمليات النجدة بها أحدث منظومة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال ربطها بالخدمات الأمنية الميدانية مع تزويدها بتقنيات لفحص البلاغات إلكترونياً من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين ويضم المبنى غرفة المراقبة الأمنية مركزاً للتدريب على تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة العاملين بالمدرية في التعامل مع التطبيقات الأمنية المستحدثة مركز إعلامي متطور تم دعمه وتزويده بأحدث الوسائل لرصد وتحليل شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وقاعات اجتماعات ومحاضرات بتجهيزات تكنولوجية متطورة الصرح الجديد لمدرية أمن القاهرة إنما هو انعكاس لمنظومة التطوير والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمعدلات الآداء الأمني وبما يتماشى مع التطوير الشامل الذي تشهده البلاد نحو بناء الجمهورية الجديدة أعلن محافظ من يأسام القاضي الانتهاء من أعمال شبكة أصرف الصحي بمركز أبو كرقص وخلل الاجتماع الدوري وجه المحافظة شركتي الغاز الطبعية والاتصالات بأعداد المقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال وأكد المحافظ أن المينيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق خمسة مراكز مستهدفة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير قرى الريف المصرية قال محافظ المينيا أسامة القاضي إن مدرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا يأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كانت المدرية قد نظم تقافلة طبية بقرية نواي بمركز ملوي يومي الثالث والرابع من يناير الجاري تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين أصفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1799 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان قامت وزارة الصحة بما كانت 30 مشروعا قوميا على مستوى الجمهورية أبرزها المبادرات الصحية الرئاسية وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وأضافت الوزارة أن استخدام تقنيات الصحة الرقمية في مصر يشهد تطورا كبيرا خاصة في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى الإصراع في العمل على تبني تلك التقنيات لتوفير رعاية صحية فعالة للمواطنين تلقى توازيرة الدولة للهجرة وشؤون مصريين بالخارج نبيلة مكرم عددا من الاستفسارات من اتحاد المصريين في أوروبا بشأن أول تأمين على المصريين بالخارج جاء ذلك في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج وتنفيذا لتوجهات القادة السياسية من جنبها أشاد اتحاد المصريين في أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج والذي كان يعد مطلبا دائما المصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن وثمن الاتحاد الجهود وزارة الهجرة للدعم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع وفد من إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة بالمدن المصرية لبحث التعاون مع الشركة للعمل في منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة وأكد الوزير على ترحيب الحكومة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات لتحسين مستوى النظافة بدميع المحافظات ومن جانبه رحب وفد الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة النظافة وأشار الوفد إلى دراسة تقديم عرض فني وملي للدخول في المنظومة بجنوب سيناء بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة حققت المشروعات التي أقامتها الدولة لحماية مدن محافظة البحر الأحمر من أخطر السيول هدفها وأشار رئيس مدينة سفاجة ياسر شعبان إلى أن الدولة أقامت عددا من مشروعات الحماية من أخطر السيول بمدينة سفاجة منها ست بحيرات صناعية وخمسة سدود لحجز سبعة ملايين متر مكعب مياه أضف شعبان أن سفاجة بصدد افتتاح عدد من المشروعات خلال احتفال المحافظة بالعيد القومية منها مدرسة للشباب تقسيم الشباب ومعهد الملحقة الأزهرية ومبنى الضرائب العقارية ومبنى الشؤون الاجتماعية ومبنى إدارة تموين سفاجة ومقر خدمة المواطنين أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامد والأداء على المستوى القطاعي ويغطي التقرير الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 ويستعرض كافة برامج التنمية في مختلف القطاعات وربطها بأهداف تنمية المستدامة وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلالسعيد إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل منظومة البرامج والأداء لذا حرست على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها من خلال قانون التخطيط العام الذي أكد على تبني منهجية البرامج والأداء بشكل واضح لضمان التكامل بين الانفاق الاستثماري والجاري في إطار خطط متكاملة وكذا إنشاء وحدة البرامج والأداء بالوزارة سجلت مؤشرات البرصة المصرية حالة سعود جماعي خلال تعملات الأسبوع المنخضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة واحد وخمسة من عشرة بالمائة بما يعادل أحد عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وستة وسبعين مليار وتسعمائة ألف أو مليون جنيه على صعيد المؤشرات صعدة مؤشر إي جي أكس ثلاثون المؤشر الرئيسي بنسبة تسعة وسبعين من مئة بالمئة ليصل إلى إثنى عشر ألفا وثلاث واربعين نقطة كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سبعون بنسبة خمسة واثنين من عشرة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وثلاثمائة وستة عشر نقطة وأما بالنسبة للمؤشر إي جي أكس مئة الأوسع نطاقا فانخفض بنسبة أربعة واثنين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمس وثمانين نقطة ممثلة وفنانة ذات طابع خاص طابع مميز وموهبة هادئة تركت بصمتها بسلاسة في كثير من الأعمال الفنية الرائدة واستطاعت أن ترتقي بالدور الثاني لتنافس البطل والبطل في العديد من أعمالها إنها الفنانة مها أبو عوف التي رحت عن علمنا اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء المزيد نتابع رحم الله الفنانة مها أبو عوف وأسكنها فسيحة جناتات نهاية النشرة مشاهدين لم يتبقى بها الآن سوى التفتير بأبرز مدائبها من أخبار الرئيس السيسي يهنئ البابا تودرس الثاني وأقباط مصر بعيد ميلاد المجيد منتدى شباب العالم يعلن أجندة نسخته الرابعة ويطلق منصته الافتراضية لإتاحة المشاركة عن بعد رئيس وزراء فرنسا يقول إن فرض تطعيم كورونا الإكباري لن يكون مجدياً وسيتسبب بمشكلات مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة